بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو والملكية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس المجراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس القمة أصحاب الجلالة والمفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمعوا لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العجيز وولي عهده صاحب السمو والملكية الأمير محمد بن سلمان على الاستضافة الكريمة لهذه القمة وعلى ما حضينا به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والرفادة وجهودهم والوفادة وجهودهم المشهودة من أجل وحدة الأمة والدفاع عن مصالحها وتطلعاتها في التنمية والاستقرار والسلام كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في الجزائر قيادة وحكومة وشعبا على ما بدلوه من جهد خلال رئاستهم للدورة السابقة في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا وأغتنموا الفرصة أيضا لأعرب عن تقديرنا الكبير لجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعده وفريق عمله في مؤازرة ومناصرة قضية شعبنا وحقه في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وهو امتنان موصول لكم أيها الأشقاء على مواقفكم الثابتة من القضية اليمنية وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي سطرت على أرضنا واحدة من أعظم الملاحم العربية في ردع التهديدات المحدقة بالأمة خلال العصر الحديث وهو شكر أيضا للأشقاء في مصر والأردن الذين فتحوا أبواب بلدانهم لاستقبال مئات الآلاف من أبناء شعبنا الباحثين عن ملاذ آمن من بطش الميليشيات وتسهيل فرص حصولهم على العلاج والتعليم والعيش الكريم أصحاب الجلال والفخام والسمو أصحاب المعالي تنعقد هذه القمة في وقت ما يزال فيه شعبنا يعاني ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من النظام الإيراني المستميت من أجل استكمال مشروعه التدميري في المنطقة مع استمرار انقسام منظومتنا العربية وعجزها عن الاستجابة للأزمات والنزاعات المسلحة التي تهدد بانهيار الدولة الوطنية وتجريفها لصالح المشاريع الخارجية التوسعية الدخيلة على مجتمعنا وهويتنا العربية وتراثنا للحضاري والاجتماعي وإنني آمن أن نستلهم من صمود شعوبنا وتضحياتها الجسيمة في مقاومة تلك المشاريع لإحداث التحول المنشود واستثمار اجتماعاتنا هذه في استعادة المبادرة والتوافق على السياسات المشتركة التي تستجيب لإرادة الأمة وتعلي مصالحها وتضعها فوق كل اعتبار لذلك نحن على ثقة بأن تمثل قمة جدة في أرض الحرمين المباركة منعطفاً هاماً لإقرار السبل الكفية وتتاوز تحدياتها بإدارة وإرادة عربية خالصة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة بعد نحو سبع أشهر على انعقاد قمة الجزائر وما تزال تلك الآمان التي حملناها إليكم بتقديد الهدنة تواجه تعنُّتاً من قبل الميليشيات الحُثية دون اكتراثٍ لمعاناة الملايين من مواطنين في الداخل والخارج وها نحن اليوم من جديد نترقب ثمار المساعي الحثيثة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء ذات الهدنة التي التزمنا باستمرارها من طرفٍ واحد حرصاً على إنهاء معاناة شعبنا وتفويت أي فرصةٍ للميليشيات في العودة إلى التصعيد الشامل وبدلاً من إبداي حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية تواصل تلك الميليشيات للشهر الثامن على التوالي منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانينا سعياً منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة بما في ذلك انتظام دفع مرواتب الموظفين وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات كما تستمر تلك الميليشيات في دهديداتها لدول الجوار والسلم والأمن الدوليين بنشر مزيدٍ من الطائرات الإيرانية المسيرة والألغام البحرية والقوارب المفخخة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرويها لنا كقصصٍ من الجحيم أبناؤنا الذين تنفسوا هواء الحرية في عمليات تبادلٍ للمحتجزين بعد سنواتٍ من التعذيب والإخفاء القسري وفوق ذلك تعمل تلك الميليشيات في الوقت الراهن على حشده أكثر من مليون طفل إلى معسكراتٍ تعبويةٍ متطرفة من شأنها تدمير نسيجنا الاجتماعي وقيم التعايش التي انتهجها شعبنا اليمني على مر التاريخ ولذلك أيها الأخوة فإننا نأمل تحرُّكاً عربياً جماعياً إلى جانب شقاءنا في دول تحالف دعم الشرعية من أجل وقف تلك الانتهاكات الفضيعة للقانون الدولي ولقيم الإسلام والحرية والمساواة ودعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية المتقد المنقذة للحياة ومبادرات الأشقاء والأصدقاء لاستئناف العملية السياسية بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأم ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216 أصحاب الجلالة والفخامة والسبو لقد رحمنا بحذر في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاتفاق بين أشقائنا في المملكة العربية السعودية وإيران على أمل أن يؤدي ذلك إلى مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية في المنطقة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني ووقف مغامرات نظامه المدمرة والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وإنني أقتنم هذه الفرصة لأشيد بجهود الدول الأعضاء والأمان العام لجامعة الدول العربية التي أفضت إلى السيناء في مشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة على طريق حل الأزمة السورية وفق المبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما يضمن وحدة وسلامة البلد الشقيق واستعادة دوره التاريخي في العمل العربي المشترك ونشود بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تكللت بتوقيع الأشقاء في السودان على إعلان مبادئ لتأمين الأعمال الإنسانية وحماية المدنيين تمهيداً لمحادثات بناءة تعيد للبلد الوفي مع شعبنا الاستقرار والسلام والتنمية كما تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها الكامل بدعم حق الشعب الفلسطيني في يقامة أولته المستقلة وعاصمة القدش الشريف الشرقية وفقاً للمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية وتدين التصعيد الإسرائيلي المستمر وإجراءاته الاستيطانية التي تقوض من فرص السلام والأمن الإقليمي والدولي أصحاب الجلال والفخام والسمو أصحاب المعالي والسعادة اسمحوا لي في الختام أن نعرب عن خالص تمنياتي بالنجاح لهذه القمة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي نثق بأنها ستمثل نقلة إضافية لمسار العمل العربي المشترك وتوحيد آلياته في دعم جهود الأشقاء والأصدقاء لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وانتصاراً لصبر وتضحيات شعبنا وحقه في الحرية والكرامة الإنسانية والأمن والاستقرار والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر